ورحمة الله وبركاته الحمد لله ربنا والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ثم أما بعد أحبة إخوة الكرام جرعة أمل خلي دايما عندك أمل في ربنا خلي عندك أمل إن ربنا معك في كل وقت وفي كل آن أنا بحكي لك الآن مشهد عظيم مؤثر لابد أن يؤثر فيك هذا المشهد وأن يحرك قلبك وأن يزيد اليقين في قلبك وأن يزيد الثقة في الله تعالى في قلبك مشهد إيماني عالي أوي عالي جدا أنا كنت أسميها الحلقة مشهد رهيب لإني فعلا أنا منذهل بروعة المشهد وعظمة المشهد لما أمر الله تعالى موسى وارون أن يذهب إلى فرعون قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا ليه لعله يتذكر أو يخشى فرعون ممكن يتذكر ممكن يخشى نعم لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف نخاف أن يفرط علينا أو أن يطرى قال لا تخاف لا تخاف ما دام الله ربكما لا تخاف ما دام الله تعالى ربك سبحانه وتعالى لا تخاف إنني معكما إنني معكما أسمع وأرى الدرس الذي تعلمه سيدنا يوسف موسى صلى الله عليه وسلم حتى جاء وقت الخطر العظيم الداهم الشديد واقترب موسى من شاطئ البحر لما أراد الخروج من مصر لما أمره الله تعالى أن يخرج من أرض مصر لما أدركه فرعون بجيشه وجنوده الله أكبر يمين جماله عن اليسار جماله البحر أمامهم وفرعون من خلفهم لما رأى الناس هذا المشهد أصبهم الرعب جدا والفزع صاح وصرخوا يا موسى إنا لمدركون هنموت خلص كل حاجة انتهت كل شيء انتهى هنتدبح الآن بعد لحظات يا موسى إنا لمدركون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون شوف الكلمة اللي جاية قال كلا كلا خلي أصحابك اللي معك حارب اليأس اللي جواه قولهم كلا مش تدعيك ربنا ربنا ما يشتدعيك أبدا كلا إنا معي ربي أنا متعجب من كلمته إنا معي ما يش إن الله معنا ما يش إن معنا الله لإنا معي أنا 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 المستشعب اليقين أنا اللي عايش اليقين والأمل والثقة في الله وعلى يقين إن ربنا مش هيخذلني أبدا كلا يقول متر للأمواج جعل الله الماء جامدا وللمرة التانية تحصل المعجزة لسيدنا موسى إن الماء يتجمد المرة الأولى لما السمكة لما كان معي يوش عبن نون نزلت في البحر فأمسك الله جرية الماء وصار الماء خلف السمكة أو خلف الحد كالطاق كما قال تعالى فاتخذ السبيل في البحر سرابا زي النفأ مثلا سبحانه ربي العظيم موسى صلوات الله والسلام عليه الله تعالى جعل الماء كالجدار عن اليمين وعن اليسار وأرسل الله تعالى الهواء والرياح فجففت قاع البحر وصار في البحر طريق يابس حتى عبر موسى صلوات الله والسلام عليه ومن معه إلى الشاطئ الآخر وأنجاه الله فرعون دخل إلى عمق البحر أظن أنه سينجو لكن تخيل بقى فرعون بالكبر لما أصابه الغرق وحس بالضعف ناس كتير ما يعرفش ربنا إلا فوقت الشدة ناس كتير مليان جبروت ومليان كبر ما يلجأش ربنا إلا وقت المحنة والشدة والمرض سبحانه العظيم تخيل الآن فرعون لما أحس بالغرق والموت قريب جدا منه قال آمنت فرعون والآمنت اللي قال للناس أنا ربك من أعلى إلا قال للناس ما علمت لكم من إله غيره الآن يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين لكن الجواب قال آمنت وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية والله العظيم أنا لسه المشن أنا متخيل الآن أن أوقف على شط البحر وأرى الماء ينشق نصفيد ثم يعبر موسى بمن معه شوف لما يكون غرآن في المحنة أنت غرآن في المشاكل غرآن في الكربات سيشق الله لك بحر المحن وبحر الفتن ثم ينجيك الله تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب متى لجأت إلى ربك الغني القوي الذي يدبر الأمر وحده أسأل الله تعالى أن ينجيك من كل كرب وأن ينجيك من كل كرب وأن يحفظك وأن يرعاك وأن يوسع رزقك وأن يجعلك من عباد الله الصالحين الموفقين يزاكم الله خير والسلام عليكم